تمكنت وحدات من القوات المسلحة من صد هجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المواقع المتقدمة في قطاع قرين في المسيمر الحواش بشمال محافظة لحج بمحاولة بائسة لتحقيق أي مكاسب ميدانية وأكد مصدر عسكري أن الميليشيا الحوثية حاولت بشتى الطرق الزحف والتقدم نحو مواقع تمركز القوات المسلحة مستخدمة مختلفة أنواع الأسلحة وتمكنت القوات المسلحة من كسر زحف الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار وسط تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في منطقة شوكان الوقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية بأنه شاهد سيارات إسعاف تابعة للحوثيين وهي تخرج من مواقع الاشتباكات متجهة نحو مركز مدرية ماوية محملة بجثة قتلى وجرح عناصر الميليشيا الإيرانية الإيرانية الذين سقطوا خلال المواجهات موسيقى اشتركوا في القناة